السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء هنحل مع بعض النهاردة ان شاء الله تدريبات الدرس الأول في النصوص من كتاب الامتحان هنحل يا جماعة على الدرس ده نصوص متحررة عشان نقدر نفهم إزاي بنتعامل مع النص المتحرر وإزاي بنقدر نحل النص المتحرر يا جماعة النصوص المتحررة يعتبر دي من أهم الفروع اللي موجودة عندك في ثانوية عامة كلها ومن أصعب الحاجات الموجودة عندك في ثانوية عامة برضو فلازم تتقنها طب يلا بنا نبدأ أول حاجة مطلوب منك إنك تكرأ النص كويس جدا تكرأ النص قبل ما تبتدي تجاوب عن أي سؤال طيب قال عنطرة عنطرة بيقول إيه دعني أجد إلى العلياء في الطلبي وأبلغ الغاية القصوى من الرتبي إذا أقبلت حدق الفرسان ترمقني الفرسان كده لما بتيجي في المعركة بتبقى بص لي أنا بس تنظر إلي أنا لأنه هو الفرس المغوار الشجاع وكل مقدام حرب مال للهرب فما تركت لهم وجها يعني أي واحد شجاع يوافق قدامي بيهرب على طول فما تركت لهم وجها لمنهزم ما سبتش أي حد لو هزمته ولا طريقا ينجيهم من العطبي آه خلاص حتى بعد ما بهزمهم مفيش أي طريق يقدروا يهربوا منه لأننا بدأ عليهم كل الطرق رقم 4 بيقول خلقت للحربي أنا مخلوق أصلا عشان الحرب أحميها يعني إيه يعني لو هدأت شوية أنا بخليها تشتعل تاني أهو بيقولك خلقت للحربي أحميها إذا بردت وأصطلي نارها في شدة اللهبي لو هدأت النار شوية بأشعل النار مرة تانية هو عيز يا جماعة نار الحرب دايما مقدة ليه هو فارس بقى وشجاع فعيز دايما الحرب شغالة رجل العيز يحارب على طول آه خمسة بيقولك إيه بصار من حيث ما جردته سجدت له جبابرة الأعجامي والعربي بيقولك إن أنا يعني قوتي وشجعتي وسيفي والكلام ده سيفي اللي بيقطع ده يعني كله بيخضع له من الأعاجم والعرب كله مفيش حد بيقدر يوفق قدام السيف بتاعه بيقولك وقد طلبت من العلياء منزلة يسعى دائما للبلوغ إلى العلياء وإلى الرفعة بصارمي لا بأمي ولا بأبي يعني إيه يعني بيقولك إن أنا بطلب العلياء بس مش بحسبي ونسبي ولا بفضلي يعني مش مش بنسب آبائي وأجدادي يعني لا بأمي ولا بأبي أمال بإيه بي جهدي وسيفي تمام فمن أجاب نجا مما يحاذره ومن أبى ذاق طعم الحرب والحربي اللي هو في قدامي كده كده هالك يعني ما المقصود أو ما المراد بقوله ترمقني الواردة في البيت التاني تعال نشوف كده في البيت التاني بيقولك إذا أقبلت حدق الفرسان ترمقني هي الفرسان يا جماعة لما بتيجي العنطرة بتنظر إلى العنطرة هالك كلمة ترمقني هنا بمعنى تقلدني لا طبعا ترقبني أيوة ترقبني يا جماعة يعني تنظر إلي وتتبعني قعدة كده بترقبني بتشوفني رايح فين وجاي منين آه إحنا هنا ما نقصدش الحسد خالص هم مش جايين يدخلوا مع معركة عشان يحسدوه يعني ولا تهزمون بيقولك حدد المقصود من البيت الثالث قالك التأكيد على مهارته وتضييقه تعال نقرأ البيت كده الأول وبعدين نشوف قالك في البيت الثالث فما تركت لهم وجها لمنهزمين أنا ما سبتش أي حد إلا وهزمته حالي ولا طريقا حتى بعد ما هزمتهم مفيش طريق يقدر يهربوا منه ده الأعداء يبقى الراجل ده هزمهم وديق عليهم طرق الهرب تعال بقى نشوف الاختيارات قالك التأكيد على مهارته وتضييقه على الأعداء صح بس تعال نشوف في أصح منها ولا لا بيان كثرة الإعادي هو ما تكلمش عن كثرته ما قالكش أنه هم كتير الافتخار بإحكام تدبيره هو ما تكلمش عن تدبيره أصلا هو تكلم عن إنه هو بيهزم الأعداء فده دليل إنه في مهارة عنده إظهار وعورة الطرق هو قال إن الطريق صعب اللي هو جاي منه أو اللي هم هيهربوا منه لا هو قال إنه هو بيديق عليهم الطرق إذا عندي أصح إجابة كده رقم ألف شفت أنا عملت إيه تبتحل النصوص كده أنا قلتني دي صح بس أشوف ممكن يكون في اختيار أصح منه ثلاثة قال لك استنتج علاقة قوله سجدت له جبابرة الأعجامي والعربي في البيت الخامس بما قبله قال لك تعليل ولا تفصيل ولا نتيجة ولا تأكيد قال لك فين في البيت الخامس آه تعال نشوف في البيت الرابع للخامس الخامس تعال نشوف في البيت الخامس هنا بيقول إيه بصار من حيثما حيثما خلي بالك حيثما دي أدت شرط طب ويعني إيه أدت شرط دايما خلي المعلومة دي في ذهنك دايما جواب الشرط لما يسألك علاقة جواب الشرط إيه دايما يا جماعة جواب الشرط علاقته نتيجة جواب الشرط علاقته إيه نتيجة حلو جدا جدا يبقى هنا حيثما جرته سجدت له يعني حيثما جرته جرته دي جملة الشرط عندي سجدت دي جملة جواب الشرط يبقى علاقة جملة جواب الشرط زي ما قلت لك باي من نتيجة يبقى نتيجة لما قبلها اربعة بنقول هنا ايه باي النوع الصورة البيانية باي النوع الصورة البيانية في قوله واصطلي نارها طيب سؤال زي ده عشان نقدر نحل صح لازم نشوف احنا شبهنا ايه بايه والله هو في البدة يا جماعة كان بيتكلم عن الحرب مش عن النار اذا هو هنا عمل ايه شبه شبه ايه شبه الحرب اللي هو بيتكلم عنه شبه الحرب بالنار تمام تعال بقى نجاوب الحرب دي كده اسيدي هي المشبه وعندي النار دي هي المشبه هي المشبه به طيب لو المشبه به هو اللي موجود في الجملة تكون استعارة تصريحية لو المشبه به محزوف تكون استعارة مكنية طيب هنا عندي المشبه به موجود اللي هو كلمة نارها اذا هي استعارة تصريحية لانه عندي المشبه به موجود قدام خمسة بنقول حدد المحسن البديعي في البيت الأول طالما قال لك في البيت الأول أول حاجة تدور عليها هي التصريع طالما قال لك في البيت الأول أول حاجة تدور عليها هي التصريع طب تعال نشوف عندي تصريع ولا لا تعال نشوف كده فين البيت الأول هنا يا جماعة البيت الأول طب انت ليه بتقول أدور على التصريع في الأول تدور على التصريع عشان لو انت عندك تصريع هتبقى حليتي السؤال مفيش عندك تصريع هتدور على حاجة تانية طيب انا عندي انتهاء الشطر الاول اوه بحرف البق والشطر التاني بحرف البق يبقى انا فعلا عندي كده تصريع تمام جدا جدا رقم 6 بنقول ايه رقم 6 بنقول استنتج المغزة الضمني من البيت السادس المغزة الضمني يا جماعة يعني مفهوم البيت يعني الحاجة اللي انت وصلت لها من معنى البيت يعني هاقرأ البيت كويس واقدر اوصل للمعنى بتاعه ده اسم المغزة الضمني قالك التباهي بعاصمياته واعتمادي على نفسه انه هو كان متفاخر انه نشأ يعني واعتمد على نفسه بس ولا الفخر بابيه وامه وقبيلته ولا الزهو بمهارته في استخدام السيف والرمح ولا الفرح بما حققته او بما حققه من مجد يعني قالك البيت ايه السادس تعال نشوف البيت السادس كده بيقولك وقد طلبت من العلياء يعني انا عايز اوصل للعلياء والرفعة منزلة لا بامي ولا بابي يعني هو ما كانش معتمد يا جماعة على اجداده او على نسبه في البلوغ ليه المجد والرفعة فالرجل كده معتز بنفسه الراجل كده يعني خلاص كل حاجة بيعملها بنفسه فالرجل ده مش بيطلب او مش بيعتمد على الاب والام زي الاختيار رقم باء ولم يفخر بابيه وامه الراجل كده بيقولك لا بيابي ولا بيقوم بنفسي فبالتالي اتباهي بعاصمياتي عاصمياتي يعني انسان ايه يعني انسان عصامي يعني انسان خاص يعني بنفسه يعني ايه بنفسه يعني هو يا جماعة بيتكلم عن ان هو بنى نفسه بنفسه او ان هو بيطلب العلياء بنفسه مش بمساعدة اهله مش بمجد اهله ولا بمجد الاسلاف يعني يلا بينا يا سيدي على رقم سبعة بنقول هنا ايه ميز نوع الاسلوب في البيت الاول قالك انشاي طلبي ولا انشاي غير طلبي ولا خبري ولا خبري لفظا انشاي معا تعال نشوف وبيتكلم عن البيت الاول في البيت الاول بيقول ايه دعني دعني دفع لأمر دعني دفع لأمر طب ما انا عندي الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والعرض والتحديد كل ده نوعه اسلوب انشائي وكمان انشاي ايه انشاي طلبي لما ليا امر او نهي او استفهام او تمني او نداء او عرض او تحديد يبقى نوع الاسلوب هنا اسلوب انشائي طلبي الاجابة كده الف طيب رقم تمانية بنقول هنا ايه رقم تمانية بين المبدأ الذي اعتمده الشاعر في البيت الاخير بيقولك هنا العبد يقرع بالعصى والحر تكفيه المقالة ولا الحر سلم على اوليائه حرب على اعدائه ولا من اجابك واحسن اليك تمام فقد اوثقك ولا وفي الشر نجاة حين لا ينجيك احسانه تعال نشوف هو بيقولك البيت ايه الاخير تعال نشوف نقرأ البيت الاخير مع بعض كده في البيت الاخير بيقول ايه فمن اجاب نجا فمن اجاب نجا يعني ايه يعني اللي هيسمع الكلام ومش هيحربني يعني هينجو بنفسه تمام ومن ابق ذاقة اللي بقى اللي هيعصيني ذاقة طعم الحرب والحرب هيذوق طعم الظل والمهانة والحرب طيب تعال بقى نختار كده مع بعض من خلال اللي احنا قلنا ده نقدر نقول ان الاجابة هنا ايه العبد يقرأ ابو العصى والحر تكفيه المقالة لا لا طبعا الحر سلم على اوليائه حرب على اعداء صح ليه يا جماعة لان عندي هنا عنطرة اصلا كان دايما بيدفع عن قبلته فمن اجاب نجا مما يحاذره ومن ابق ذاقة طعم الحرب والحربي عنطرة دايما يا جماعة كان بيدفع عن قبلته دايما كان بيدفع عن ايه عن قبلته دايما كان وعف في وجه الاعداء ودايما حتى القبيلة ما كانتش معترفة به او ما كانتش بتعترف به غير في وقت الشد بس هو كان بيقف مع قبلته وكان بيسنده فبالتالي عنطرة مع اوليائه واصحابه ده مسالم مع أعدائه قوي وعنيف وشديد معهم يبقى عندي اللي ينفع هنا الإجابة رقم باء رقم 9 بيقول حدد التركيب الذي يدل على مبالغة مبالغة الشاعر في الفخر بنفسه إنه كان مبالغ جدا في الفخر بنفسه فبيقول إيه سجدت له جبابرة الأعجام والعربي أيوة هو بيقولك إن أنا من قوتي وشجاعتي خلاص يعني السيف بتاعي تسجد له إيه جبابرة الأعجام والعربي يبقى ده يعني قمة الفخر يبقى ده يدل على الفخر بنفسه وليس الفخر فقط بل المبالغة في الفخر طب هنا بيقول قد طلبت من العلياء منزلة ده حاجة عادي أنه إنسان عايز يرتقب نفسه طبعا دي لا لسا أيلنها دعني أجد إلى العلياء برضو دي ما فاش حاجة لأن الإنسان بيطلب المجد والرفع عادي جدا وده ما فيوش فخر ولا مبالغة بفخر المبالغة هنا الإجابة زي ما قلنا رقم ألف رقم اتنين يلا بينا رقم اتنين قال لبيد بن ربيعة ألا تسألان المرأة ماذا يحاولوا أنحب فيقضى أم ضلال وباطل فقول له إن كان يقسم أمره ألما يعذك الدهر إنك راحل فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى ولا أنت مما تحذر النفس وائل فإن أنت لم تصدق نفسك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل فإن لم تجد من دون عدنان باقيا ودون معد فالتزعك العواذل ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل هنا بنقول ما المراد بكلمة وائل في الشطر الثاني من البيت الثالث يا طرى ناجن ولا هازم ولا خائف ولا مستعد تعال نشوف هي موجودة فين يا جماعة في الأبيات وبعدين نحدد هو بيقولك البيت الثالث البيت الثالث أهو هنا بنقول إيه هتعال نجيب البيت من أوله فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى عمرك ما خلاص اللي فات خلاص مش هتقدر ترجعه مرة تانية تمام ولا أنت مما تحذر النفس وائله ولا أنت الحاجة اللي أنت بتخاف منها يعني الحاجة اللي أنت خايف أنها تحصل في المستقبل خوفك ده مش هيمنع أنها تحصل تمام يبقى كلمة وائله هنا بمعنى إيه كلمة وائله هنا بمعنى ناجن يعني خوفك ده أو حذرك من الحاجة اللي هتجيلك في المستقبل دي مش هتنجيك منه مينفعش اقول هازم لانك مش هتهزم الحاجة اللي جاي لك في المستقبل ولا خائف انت كده كده اللي هيحصل لك نقصد ان هو امر حتمي هيحصل لك هيحصل لك استنتج المغزى من البيت الرابع وان المغزى يعني الهدف اللي الشاعر عايز يوصله في البيت الرابع بيقول ايه فان انت لم تصدق نفسك يعني انت لو ما صرحتش نفسك بعيوب هوي الحاجات اللي هي تفعلها زميمة وصلحتها لعلك تهديك الكورون بص للناس اللي قابلك وانت هتتعلم منهم مفيش حد بقى ومفيش حد خلد رقم الف بيقولك التأكيد على شرف النسب وهنا جماعة جاب سيرة الاجداد ولا الاباء ولا الكلام ده خالص كانش بتكلم هنا عن شرف النسب خالص اظهار صدق الانتماء ولا بيتكلم على انتماء ولا 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 كلام من ده التأكيد على حتمية الفناء ايوة بيقوله ان انت كده كده خلاص عمصيرك حتمي للفناء ولو انت مش عارف اسأل اللي قابلك اظهار اهمية دراسة تاريخ الكورون الاولى رقم ثلاثة حدد علاقة قوله فانتسب في البيت الرابع في البيت الرابع بيقولك ايه فان ان ان دي اداة شرط فان هنا يا جماعة شرطية وانا لسه شروح لك حاجة من شوية بقولك فيها ان دايما جواب الشرط علاقته نتيجة دايما جواب الشرط علاقته نتيجة فان انت لم تصدق نفسك فانتسب فده جواب الشرط يبقى جواب الشرط دايما علاقته نتيجة اذا هنختار نتيجة ميز المحسن البديعي في البيت الاول اول حاجة طالما قالك البيت الاول زي ما انا قلتلك هتدور اول حاجة على التصريع قالك هنا يحاولوا باطلوا عندك هنا حرف اللام وعندك هنا حرف اللام يبقى انا فعلا عندي الشطر الاول ينتهي بنفس الحرف اللي موجود في الشطر التاني يبقى انا فعلا عندي هنا يا جماعة فعلا عندي هنا تصريع خلاص مش محتاج ان انا ادور على حاجة تانية من دي حدد البيت الذي يعكس المغضى الضمني من النص يعني طلع البيت اللي بيعكس او اللي بيوصل معنا النص البيت الاول ولا الثاني ولا الرابع ولا السادس البيت الاول بيقول ايه تعال نشوف كده الا تسألني المرء ماذا يحاوله انحبن فيقضى امضلال وباطله لا بيتكلمش هنا يا جماعة عن المغضى الضمني خالص او هنا مفيش مغضى ضمني من البيت الايه الاول مفيش مغضى ضمني من البيت الاول تمام جدا تعال بقى نشوف البيت ايه البيت رقم اتنين بيقولك البيت التاني طب في البيت التالت بيقول ايه في البيت التاني فقول له ان كان يقسم امره الم ما يعذك الضهر انك راحلو يعني لو انت بتخطط انك تعمل حاجات يعني وفرحان بنفسك كده هو الضهر خير وعز ليك المفروض يعظك ويقولك ان انت كده كده مش هتخلط في الدنيا دي بس البيت ده ما بيتكلمش عن كده برضه او مش ده المخزة الضمني الرابع تعالى نشوف البيت الرابع يقولك ايه في البيت الرابع فتعلم برضو نفس المعنى هتلاقي نفس معنى البيت اه لأ فانك انت لم تصدق نفسك فانتسب لعلك تهديك القرون الاوائل وده نفس معنى البيت التاني فمش تختاره تعالى نشوف البيت السادس كده بيقول ليه في البيت السادس في البيت السادس بيقول الا كل شيء ما خل الله باطله ايوة كده وكل نعيم لا محالة زائله فقرر الحقيقة دي اي حاجة الا الله سبحانه وتعالى باطلة وفاء يعني فانية وزائلة وكل نعيما سيزول يبقى فعلا هو ده اللي بيعكس المعنى الضمني للأبيات ميز الخيال وبين سر جماله في قوله يعذك الده قلتلك لما نيجي نحل سؤال زي ده محتاج اعرف هو شبه ايه بايه طب تعالى نشوف هو الظهر ده جماعة انسان يعذ لا يبقى عمل ايه شبه الدهر بانسان يعذ شبه الظهر بانسان يعذ الظهر ده هو المشبه والانسان ده هو المشبه به هشوف بقى ايه اللي موجود المشبه ولا المشبه به لو المشبه به هو اللي موجود تبستعارة تصريحي طيب انا عندي الانسان موجود لا عندي الظهر هو اللي موجود يبقى هي استعارة مكنية بليغ لا تصريحية لا يبقى استعارة مكنية طب سر جمالها ايه هو شبه يا جماعة الظهر اللي هو غير عاقل بايه بإنسان اللي هو عاقل وإحنا متفقين تشبيه غير عاقل بعاقل يبقى سر الجمال على طول التشخيص يبقى الإجابة عندي كده دال سر الجمال التشخيص رقم سبعة بنقول هنا استنتج المبدأ الذي يطبقه الشاعر في البيت الثالث المبدأ الذي يطبقه الشاعر في البيت الثالث لا تحزن على ما فات والحذر لا ينجي من القدر ولا هنا بنقول يا جماعة خرزات العمر تتساقط والزمن قاهر للجميع يعني العمر بيعدي ولا ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا قد يقتى الحذر من مأمنه تعال نشوف هنا في البيت رقم كام هو بيقولك البيت ايه يا جماعة بيقولك البيت رقم اه التالت في البيت التالت بيقول ايه فتعلم ان لا انت مدرك ومضى مش هتقدر ترجع اللي فاتك ومش هتقدر تهرب من اللي جاي لك فهنا بيقولك اه تعال نشوف كده لا تحزن على ما فات مش هتقدر ترجعه وما تخافش من اللي جاي لان كده كده مكتوب ويحصل لك يبقى فعلا الاجابة الف تمانية بيقولك ميز البيت الذي يحدد اصلا ينتسب اليه العرب واحنا بنقرأ كده ذكرت كلمة عدنان اهو تمام اهو دون عدنان عدنان يبقى هو البيت الخامس بما انتهى البسط يبقى البيت الايه البيت الخامس طب يلا بينا كده على رقم تسعة حدد البيت الذي يتفق مضمونه مع قول الشاعر يعني هتل البيت اللي بنفس معنى البيت ده هتل البيت اللي بنفس معنى البيت ده يقولك وما الناس إلا هالك وابنه هالك كده كده الناس هالكة تمام هالك وهيأيال الطفل مثلا الطفل ده هيهلك برضو ومش حد هيخلط وذو نسب في الهالكين حريكو حتى أصحاب النسب هلكو طب قالك البيت الاول البيت الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص الثاني برضو ما تكلمش عن ده طب في البيت التالت والخامس في التالت بيقول فتعلم أن لا أنت مدركم ومضى ده تكلم فيه زي ما قلنا إنك مش هتقدر ترجع اللي فاته ومش هتقدر تهرب من اللي جايك يبقى ما تكلمش عن الكلام ده خالص تعال بقى نشوف البيت رقم كم بيقولك البيت الخامس تعال نشوفه كده البيت رقم خمس بيقول فإن لم تجد من دوني عدنانة باقيا آه ما هو عدنان ده الأجداد يعني بيقولك أن انت مش هتلاقي ما فيش حد منهم لسه عايش كله خلاص يعني مات وفانية وهلكة ودون معدن ما فيش حد من القبيل دي عايش خلاص يبقى تكلم هنا عن الفناء والزوال يبقى فعلا البيت ده بيتكلم عن الفناء والزوال زي البيت ده بالظبط بيقول إن ما فيش حد هيعمر ولا يخلد البيت الخامس هو الذي يتفق مع ده أنا حلت معيك النصين دول عشان أعرفك إزاي بتقدر تحل وأحل معاك نصوص متحررة كتيرة عشان أدربك على الكلام ده لإن دي الفايدة الحقيقية يا جماعة ده الفايدة الحقيقية دي الدرجات الكتيرة اللي موجودة في الامتحان دي الجزئية المهمة جدا لازم تاخد بالك منها تمام يلا نراكم على خير في حفظ الله ورعياته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته